لقاء جديد وحلقة جديدة بنتقابل فيها دايما مع برنامجنا قلبك أبيض وقلبك أبيض مع بداية أيام السنة الجديدة وإحنا إن شاء الله كلنا تفاقل وأمل قررنا حاجة جديدة خالص إن أنا هقف قدام المراية وهركز إن أنا أطلع طرازي الجديدة الطراز الأفضل كلنا من وقت للتاني بنسعى إن إحنا نغير من شكلنا الخارجي من تسريحة الشعر من طريقة اللبس بس المرة دي هنقف ونقول أنا عايز أنا كشخص أنا كإنسان وإنسانة عايز طرازي الجديد بنسمع كتير قوي عن شخصيات لما بنقابلها ونقعد معاها تحس قد إيه هو كان ساحر أو هي كانت ساحرة ساحرة في طريقة كلامها ساحرة في أسلوبها ساحر في رأيه ساحر في قناعاته النهاردة هنركز شوية مع الناس دي واتعلم إزاي أكون زي أول جزئية وأنا بدور على طرازي الجديد وحطاه هدف قدام عيني هنغبش كده شوية ودور على طرازي الجديد من جوة حاسعى أن الناس تقول علي ذات القلب الساحر جملة حلوة قوي جملة جميلة حتى الستات لما بتقول على بعض دي قلبها أبيض قوي قلبها حلو من جوة طب أنا هوصل للجزئية دي إزاي؟ هوصلها بإن أنا هصفي قلبي من جوة هتعلم إزاي يبقى عندي طاقة تسامح أكتر طاقة محبة الكل اللي حوالي كمان هتعلم إن أنا يبقى ظني حلو بالناس المحيطين بيا بلاش فكرة سوء الظن بلاش فكرة الأفكار المسبقة اللي أنا واخداها عن الناس من قبل كده ده فلان قال لي إنه فلان غيور شوية بيغير من نجاحات اللي حواليه دي فلانة لما بتشوفني بتتدايق صدقتي لتالتة قالتلي الكلام ده كلها حاجات بتعمل شوية نغبشة جوه القلب خليني كده أبتدي أحط أول خطوة إن أنا يكون قلبي ساحر للحواليه ساحر بصفاءه، ساحر بمحبته، ساحر بنقاءه، ساحر بتقبله للناس المحيطة بيا كلنا عندنا أخطاء مهمة قوي إن وأنا بعمل الناس أتقبلهم بلاش أحط نفسي موضع الناقض إن أنا على طول بحط سبوت على أخطاءهم لأ من فضلك خلي قلبك ساحر مليان رحمة، مليان محبة، مليان الصفاء والنور اللي بيخلي كل الناس تتجمع حواليك بأول خطوة أنت خطها في طرازك الجديد اللي أنت بتعمله طيب أنت تكلمتي عن القلب وتكلمتي عن صفاءه اللي هيخلي فيه صفاء للروح طب والشكل الخارجي النهاردة هنتكلم في موضوع جديد شوية عن الطراز الخارجي الطراز الخارجي مش فكرة تسريحة الشعر ولا لون شعري الجديد ولا طريقة لفي للطرحة أو ستايل لبسك الجديد نقلت من كاجول، نقلت الكلاسيك أو الألوان أو إن أنا نزلت اشتريت لبس جديد لا، طرازك الخارجي أنت ممكن تغيره والناس تشوف ده من غير ما تتكلف أي تكلفة خالص هتتغير بحاجات بسيطة أو هنتعلمها مع بعض زي إيه مثلا؟ زي لما بقابل الناس بقابلها بابتسامة على وشي بقابلها بهدوء لما بيكون عندي موضوع مدايقني بحاول أهدى شوية وركز مع نفسي وأستعين بالله سبحانه وتعالى بلاش أخليه سيطر على كل انفعالاتي بلاش تبقى دايماً انفعالاتي زيادة هركز دايماً في لغة جسدي لما بقابل الناس بحييها بالعينين ببص في عينيه وهي كمان بتبص في عينين صديقتها وهي بتكلمها بدي اهتمام للحوالي شوية وأنا بكلمهم حتى في كتير من الأوقات لغة الجسد بطط في نوع من أنواع الانطباعنا الشخصية هركز شوية مع لغة جسدي هركز شوية مع الحركات اللي ايراضية زي مثلاً بنلاقي بعض البنات كل شوية تعدل في طرحتها بعض السيدات كل شوية تعدل في شعرها الرجل كل شوية يعدل الياءة أو يشد القميس لا خليني اركز شوية في لغة إيدي بلاش على طول الحركات اللي بتبقى ملازمة ليا اللي بتدي انطباع عني إن أنا متوتر إن أنا متردد لا خلي لغة جسدي هادية شوية خليني متأنق في خطوتي واصق وأنا بمشيها وأنا قاعدة كمان تبقى قاعدتي فيها كتير من النشاط والحيوية بلاش القاعدة اللي فيها خمول خلي دايماً عناية مع الناس اللي حوالي وأنا بكلمهم إيدي فيها نسيابية وهي بتتحرك بلاش الإيدي اللي بتعمل دوشة كتير وبتوتر اللي حواليها كمان في الحوار النهاردة تكلمنا عن طراز جديد كلنا بطريقة بسيطة وسهلة خالص هنسعى إن إحنا ننفزه وانطبقه سواء كان من قلبي وقلبك من جوة أو في طريقة شكلنا الخارجي دايماً إحنا في الطراز الجديد والأفضل قلبك أبيض وقلبك أبيض اشتركوا في القناة